اتهم مدير شركة النفط بمحافظة عدن عبدالسلام صالح حميد أطرافا تسعى لابتزاز شركة النفط من خلال شن حملة إعلامية تسادف سمعة الشركة وقيادتها لذلك خلال لقاء عقده مع ممثل اتحادات لنقابات المحطات في عدن ولحج والضالع وأبيان وهدد عبدالسلام بلجوء الشركة للقضاء لمحاسبة تلك الأطراف التي تثبت تورطها للوقوف وراء الحملة الكاذبة حد تعبيره من جانبه أدان اتحاد نقابات المحطات في عدن ولحج والضالع وأبيان أدان ما تتعرض له الشركة من استهداف مؤكدين وقفهم وتضامنهم للدفاع عنها